قد لا يعرف البعض هنا لغة الآخر لكن الدموع تجمعهم ويبكون لمجرد مشاهدة أي فعل أو تعبير يمر على ناظرهم الأجواء في كربلاء مشحونة بالعاطفة المتقدة والدعاء في الحضرة الحسينية ترى مختلف الجنسيات وحلقات علمية يقصد الزائر حرم العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام كما يقصدون حرم الإمام الحسين عليه السلام وفي الأيام العادية قد تشاهد بعضا من طلبة العلم يدرسون هناك أو يقومون بدورهم في التعريف والتبليغ أجمل المشاهد تلك التي يجتمع فيها مكوني المجتمع في هذه الزيارة يقصد أهل العراق كربلاء من شتى المحافظات في جميع الأيام والمثير هنا وفي زيارة الأربعين أو محرم الحرام أن بعض الزوار من أهل العراق قد يصلون بعد السير لمسافات طويلة ويكتفون بالزيارة المختصرة ويغادرون مفسحين بذلك المجال لبقية الزوار القادمين من الدول الأخرى الكل يقصد هذا المكان طلبا للأمان قد تتعدد المشاهد التي قد تقابلك وقد يصادفك نعش لأحد الموتى الذي يصلى عليه ويطاف به حول مرقد الحسين عليه السلام المشاهد متعددة في أيام الزيارة وزائرين من مختلف الثقافات يجتمعون هنا نساء يراقبن المواكب العزائية يتفاعلن مع قصائدها وقد تستريح هذه المواكب على الأرض تذكر بعضا من مصائب أهل البيت وآخرين تكفيهم مشاهدة القبة الحسينية لتنهمر دموعهم بصمت يعبر عن كل شيء تقوم الجهات المختصة هنا بجهود كبيرة لتنظيم حركة السير والمساهمة في توجيه الزائرين لا تصادفك أي مشاهد لمشاكل قد تكون سهلة الحدوث في أي حشد بهذا الكم وشدة التزاحم ابتسامات الأطفال وندب الأمهات لا تكاد تخلو منه أي تزاوية هنا ولعل مداعبة أم لابنها هنا وماء متساكب قد يوحي لأحد في الجهة المقابلة بمشهد الرضيع الضامي في يوم عاشراء تعفف المحتاجين قد تجده في صورة طفل يعرض خدماته لأخذ وزنك بمبلغ رمزي أطفال وفقراء ينتظرون بعض الطعام الذي يتم توزيعه فهم قد قدموا لزيارة الحسين وقد لا يملكون قوت يومهم البراءة هنا تفتت كل صورة مؤلمة فلعب أطفال العراق مختلف عن غيرهم تتوزع المحال والباعة المتجولون في أزقة كربلا وشوارعها وكذلك الإعداد للطعام الذي يعد للزائرين ويقدم لهم مجاناً يقوم الأهالي بتقديمه وتمويله ويقوم بذلك بعض الزوار من الدول الأخرى يتم توزيعه فور الانتهاء من إعداده على جميع الزائرين يؤثرون بعضهم على بعض الجانب الثقافي في العراق يحظى باهتمام كبير كيف لا؟ وفيه النجف الأشرف الحوزة العلمية الأكبر وفيها دفن باب مدينة العلم علي بن أبي طالب عليه السلام حيث تجد في العراق ما قد لا تجده في غيره من البلدان من الكتب والمجلدات وفاءً للعباس بن علي ولمواقفه في معركة كربلاء يدخل بعض من الزوار في البداية لحرمه يسلمون عليه ويصلون ركعته الزيارة يقرؤون زيارته وربما شيئاً من القرآن الكريم ويتوجهون بعدها لحرم أخيه الحسين بن علي عليه السلام يحاول منظمه العتبتين العباسية والحسينية ضبط هذا الكم البشري الكبير من خلال لفت انتباه البعض لبعض السلوكيات وتوجيه الآخرين للمداخل والمخرج لضبط التدفق البشري في هذه الأماكن كل وحدة الزمن سلبها بثرب طفوف الفرقاء بس اللي يجمع حزنهم أبو الوفا ومصرعاء تركنا وخلى ذرعان تآنسنا وفي هالغرباء تذكرتني عطشانها وستمى مصرة الجنوبة لا أجمل من صوت كتاب الله يخرج من هذه المآذن التي حاوت شهيد الإسلام الكبير في الأيام العادية لا يخلو الحرم الحسيني من الزائرين وقد يكون كبار السن والأطفال أوفر حضا في الزيارة فالتزاحم في أيام الزيارة العاشرائية قد يمنعهم من الزيارة القريبة تزخرف الصحن الحسيني آيات من القرآن الكريم نقشت في سقفه وأبوابه يوجد بعض من قبور العلماء والصالحين الذين دفنوا بالقرب من مرقد الحسين جلسات القرآن الكريم تزين هذا المكان يتدبرونه ويتدارسونه الشباك الفضي يغطي غرفة أضيئة باللون الأحمر هي الشكل الخارجي لقبر الإمام الحسين عليه السلام والقبر الحقيقي يقع أسفل هذه الغرفة دفن طفل الحسين الرضيع معه وإلى جانبه ابنه علي الأكبر وجميع الأصحاب في حفرة واحدة عدى الصحابي الجليل حبيب بن مظاهر الأسدي ترجمة نانسي قنقر لا تنقطع المواكب حول حرم الإمام الحسين ليلاً ونهاراً يتطلب من بعض الزائرين الكثير ليصلوا إلى هنا لكنهم يتحملون هذه المشقة وقد مرت الزيارة بعدة عصور كانت فيها صعبة إلى درجة أنه كان على الزوار في أحد الأزمنة أن تقطع أيديهم إذا هم أرادوا ذلك وقد أصروا عليها ولا زال الزائرون اليوم يدركون حجم المخاطر التي تحدق بهم وبحياتهم كالتفجيرات التي لطالما استهدفت الزائرين والمخاطر الأمنية الأخرى خلال تنقلهم لا يثنيهم أي من ذلك عن زيارة الحسين والإصرار على رفع رايته ويتشرفون بأن يكونوا مستشهدين في حضرته مكبرات الصوت تنتشر في الأرجاء وتصدح بمجالس حسينية وقراءات لا تهدأ الساحات ليلاً ونهاراً ويحاول الجميع المساهمة في النظافة وخدمة المعزين هذا هو التل الزينبي حيث وقفت السيدة زينب في معركة كربلاء تنظر أخيها الحسين وقد بقي مفرداً بين الأعداء وهذه مقامات سقوط كفي العباس حيث كان يحمل القربة للأطفال فقطع الأعداء يمينه وشماله بيت الإمام علي عليه السلام في الكوفة لا زال مفتوحاً للزائرين وفيه بعض آثاره حيث كان هناك دار حكمه وهنا مسجد الكوفة حيث حكم علي عليه السلام قد يتوجه الزائرون لهذه المعالم الإسلامية قبل زيارة الحسين أو بعدها الطريق لهذا المسجد يشعرك بفقد علي عليه السلام بافتقاد العدل والرحمة افتقاد من كان يحمل الجراب ليلاً ليطعم الفقراء تعالى الوطوات و ش